تم في ولاية جفص اليوم القبض على عصابة تتكون من عدد من الأفراد الذين أرادوا بث البلبل في صفوف المواطنين بعد استتباب الأمن وذلك من قبل وحدات تدخل التابعة للحرس الوطنية هذه العصابة كان بحوزتها مجموعة من الأسلحة والأموال والمخدرات لإثارة الهلعية في صفوف المواطنين مكنت المجهودات الأمنية المشتركة بين مختلف الوحدات الأمنية من حرس وشرط وجيش وطني منذ البارحة وإلى حدود هذا اليوم بولاية جفصة من تخليص البلاد والعباد من المجموعات التي تمارس عمليات الترويع والسلب والنهب وذلك باستعمال الحواجز على طرقات ومن بين هذه المجموعات والتي تم البارحة إيقاف ثمانية عشر فردا منها كما تم إيقاف مساء اليوم ثلاثة أفراد كانوا يستعملون الزي للحرس الوطني قصد التنكر وإيقاف جميع مستعملية طريق وذلك بغاية نهبهم كما تم حجز كمية من هذه المخدرات والنقود لدى هذه المجموعة التي خلفت خلال اليومين الماضيين بولاية جفصة مظاهر الخوف والرعب لدى متساكني الجهة تعرفه أنت لابس القشبية وتعرف عليك المسي قوليك لاي ولاي ولاي نقول لكي فاش بعد وافتر دوليح ونحونا أنت أسفنا كنشوف مناظر كيمة هذه قاعديني أخيان وعباد أخيان رعبونا بلاد كيمة رعبوها عليه أنا مسلمين كيفنا كيفهم عليه علي ميزيش مشاكل أخرى في تونس وكذا يزيد حط هنا علي أحرام ميزيش ميزيش بيان طايلات أحنا واحد ما صلحنا كلها تعطلت علي يبارك في المجتمع التوسي يزينا من المطالب المهنية الحبوطو مطالب أمنية مطالب أمنية وقتية نحبوا للمرطة تخدم في الشيطان من على مرطة نحبوا الشرطة نحبوا الحرس نحبوا الجيش حتى مصغار قاعدين يرعبوا فيهم وصل معناها الحكاية هذه أنه معناها في الطوب يبرك فيها باب المؤتيم زي الحاكم مصلاحة تونس مصلاحة تونس أي مصلحة أخرى أمشا تدعم طوى بعض العصابات والله يقضون مثل اسمية جاب رب قال جاب رب قال سيب 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 روشاي جاب رس خلت الجر ليش بسوح الواطنين يزيعون أبدا المندسين الزامة المندسين الزامة اللي هما يخموا يخموا في مصالحهم الشخصية وجيب راكي ولد بلاد ولا يباكي تونسي مواطن تونسي الوعي الضاء يجزم أننا والكل يجزم أن نفكر في مصلحة تونس قبل مصلحة أي عبد وأي بشر يجزم مصلحة تونس فوق مصلحة الجامع هذه المجهودات الأمنية المكثفة والمشتركة بين عناصر الجيش الوطني والحرس والشرطة بقفصة خلفت أطيب الأثر وعميق الارتياح لدى المواطنين بولاية قفصة علما وأن المجهودات متواصلة للتصدي لمثل هذه التجاوزات والسلوكيات المرتبطة بقوى الردة والجذب إلى الوراء في ظل وعيا جماعيا مشترك لأهالي ولاية قفصة للمذي قدما إلى الأمام وتحريك دوليب النماء والرقي على كافة الأصعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر